مولانا بعد انسحاب بشكل أو بآخر التشدد والتطرف والدعوة العنيفة من المجتمع المصري والمجتمع المصري وسطي بطبيعته منذ آلاف السنين تشغله الروحانيات وإشغاله البحث عن الله سبحانه وتعالى فأصبح هناك ما يشبه حالة ليس فراغا تاما وإنما وجود مساحات تحتاج لأن نشغلها هذه المساحات بما نشغلها هل البحث عن الله سبحانه وتعالى من خلال الصوفية ومن خلال التصوف هو وسطية كافية تناسب المجتمع المصري في هذه الفراغات المتاحة أم أن هناك أمور أخرى يمكن أن تكون موجودة أيضا لا بد علينا أن نتفاهم أن الصوفية ليست حلا على الرف ده الصوفية أساس من أسس الدين الذي جاءنا جبريل ليعلمنا أمر دينه حديث اعتمد عليه الصوفية وهو حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيننا نحن ملوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد وبيض الثياب شديد بالسواد الشعر لا يعرف أحده منا وليس عليه أثر السفر فجاء حتى وضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخده كهيئة المتأدب يعني يتعلم السيد وسأله ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان وكلما يسأله يقول له أنه كذا فيقول صدقت فعجبنا كيف يسأله ويصدقه حتى إذا ما قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو إراك ثم سأله عن الساعة فقال من مسؤول عنها بأعلى من الساعة قال فما علاماتها وأخذ المسلمون هذا الحديث لأنه قال أتدرون من هذا بعد من صرف قالوا من قالوا قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فأصبح عندنا تقسيم العلوم وتقسيم المكتبات على هذه الصفة علم التوحيد حتى يحفظ الإيمان علم الفقه وفرع عنه علم الأصول حتى يحفظ الإسلام علم التصوف حتى يحفظ الإحسان والدراسات المستقبلية التي سميت بالفتن والملاحم حتى ندرس ما الذي سيكون وما طريقة مواجهة هذا الكائن عندما يكون هذا قصر ألف فيه ابن كثير وألف فيه نعيم ابن حمد وألف فيه ناس كثير بنوا المكتبة الإسلامية على هذا المربع الإيمان الإسلام الإحسان الدراسات المستقبلية ترجمة نانسي قنقر